رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره انهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسب ما علم لدى رئاسة الجمهورية قرار التنحي جاء لحظات قليلة بعد انتهاء اجتماع القادة الامنيين برئاسة رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد جيد صالح بمقار وزارة الدفاع الوطني والذي جدد مطالبته بضرورة تفعيل المواد سبعة وثمانية ومئة واثنين من دستور وعدم اعتراف المؤسسة العسكرية بالقرارات الصادرة عن الرئيس واصفا حاشية رئيس بالعصابة التي تكتب الرسائل باسمه متهمة اياها بالوقوف وراء السطو على اموال الشعب من خلال قربها من مراكز القرار المشبوهة